اشتركوا في القناة 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 هو ده اللي أنا أصدق عليه فمن البداية أنا كمدير فاني داخل المفروض أن الانتحاد الكورة يعمل لي صبورت لي بظاهري ويشتغل معي أنا من البداية نص الانتحاد والنص القوي اللي هو اللعب كورة ومراسل كورة اللي هم المفروض أنهم يحطوا الاستراتيجية بتاعت الانتحاد بقى الملف ده خلاص تعبنا منه والله العظيم نفسي ندخلنا على ويك أند خلينا نفوك هنروح للأهلي لأن الأهلي والمصري بالسلوم ما كانتش أو ما كانش الأداء الأفضل ولكن تلعنا بمكاسب قلنا منها مثلا مصطفى شبير وسأوز يا الطارق وغيره بس مصطفى شبير بما أنا حضرتك طبعا برضو بدرب حراس مربع أنا اللي ماضي على استمارة مصطفى شبير على فكرة ولسه عندنا طبعا إسترن كومبيني النهاردة عندنا لسه يعني سلسلة من المطشات برضو المهمة واللي بيبقى فيها تحدي وفرص للعيبة الموجودين بأن احنا عندنا غيابات كتيرة جدا فخلينا نبدأ بالكوادر اللي فعلا ثبتت أو أثبتت نفسها في المطش اللي فيه بالمناسبة بتاعت مصطفى شبير دي كلي حكاية معي أنا وأنا في قطاع الناشئين كان الكابتن أحمد ماير الله حمو كان هو مدير الكتاع فكان عندنا الاختبارات بتاعت كطاع الناشئين فقم كان دخل الاختبار فعجبني جداً أنا كنت لسه رايح جديد بقلي بتاع حوالي شهوية فأقلت لهم يعني أنا شايف الحائص ده كويس جدا فكابتن أحمد باي بصلي كده قال لي أنت شايف أن ده كويس بطلقه مين كابتن أحمد؟ كابتن أحمد ماهر الله أحمد كم وديك كطع النشئين من نادي الأهل فأقلت له اه ومضيت على الاستمار فجأت بعدها بأسبوع لقيت مين الداخل اللي يمدي الاستمار ما بيجي اللعب والده إنت الكابتن شوبيه فأرطل إذا هو ابن الكابتن شوبيه قال لي آه فعني أنا بالمناسبة وكنت شعر في أن هو ابن الكابتن شوبيه كابتن اسمه بالكامل وقتها لا لا هو عجبني كحارس ودخل الاختبار زيه زي كل الأولاد وحجم رضاك بقى عن أداءه في المباراة لأنه هو أنت تساعدك وطبعا نكوني أن هو يعمل المباراة زي دي طبعا مصر يستلون فرقة في الجدول موقفها يعني من الفرقة اللي هي ترتبة في الأهداف عاملة نتائج كويسة جدا فبالتالي يعني يعني لما نيجي نشوف المصر للسلوم يعني رابع أحسن فرقة في الترتيب بالنسبة لأقل فرقة دخولها أهداف وهو جايبين 37 هدف يعني يعني رابع فرقة حزن للأهداف في المجموعة بتاعتها ورابع فرقة أقل لفرقة دخولها في أهداف فعندها لين فرود كويس عندهم ديفينسي كويس وحارس مرما كويس ففرقة كويسة جدا وترتبهم في المجموعة بعدك في مجموعة بحر وأول مرس عدو الترتيب التاسع يعني فرقة كويسة عندهم مهاجمين كويسين عندهم نص ملعب كويس ففرقة من الفرقة اللي انت بريدك تعمل لها اعتباها فبالتالي الفرقة ديات والنادي الأهلي عندك المشكلة الماتش اللي فات عنده عشر لعيبة غيبين الشناوي ياسر باهيم أيمن أشرف حمدي فتحي أفشا السلية محمد عم منعم عندك تاو في جنوب أفريقيا عندك علم معلول في تونس قال ينجر في مالي فعشر لعيبة أسين بتكلم على تيم كامل فمصطفى شوبيه أنه يجع تاني لحسن المهم مصطفى شوبيه أول ما تشيلعبه بقاله مدة كتير ملعبش فكونوا أنه يعملوا بالمستوى ده عنده سبات أداءه كويس جدا اشتغل بالإيد العكسية واشتغل بالإيد الجانبية بشكل كويس جدا تباكوزاته ممتازة التحرك تحت تلت خشوات بشكل ممتاز جدا بداية الهجم عملها بشكل كويس يعني الكون لما بتجيله بتعامل معها مش بتوتر مش الآن لا أتحس أن بداية مشروع حارس كبير نتمنى لهم نهذا نشعل الله التوفيق مع كابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان من الكوادر الكبيرة جدا في النادي الأهلي والنادي الأهلي بيعدوا زي ما عمل مع كابتن محمد يوسف وحصل مع النادي الأهلي على بطولة أفريقيا ومن المداربين الكبار جدا دلوقتي زي ما حصل مع كابتن أسامة عربي زي ما حصل مع مجموعة كبيرة من المداربين بدأت بنفس الشكل أتمنى لسامي النهذا بإزالة التوفيق مدارب كويس ومحتار مع كابتن محمد شرف والمداربين اللي احنا اشتغلنا مع بعض كتير في الكتير النشئين فالتنين هايلين إن شاء الله عليهم وتحس أن اللعيبة في التنبين المباح مع فعدول كابتن محمود الخطيب كابتن زكريا تحس أن فيه يعني إن شاء الله بداية موفقة من النهذا بإذن الله للمطش ده طب إحنا عندك إسترن كومبني وعندك بعد كده الزمالك وبعد كده المحل وبعد كده المحل أكتر ماتش مش هقول مقلق منه بس أكتر ماتش مهم بتهايلا حيكون الزمالك أو المنتظر خلينا نقول اللقاء المنتظر يعني أنا بقول إن هذا ماتش صعب جدا أصعب الزمالك لا مش أصعب بس بداية لكابتن سامي قمصان مع عامة جمعة لعيبة كتير غايبة حوالي عشر لعيبة زي ما احنا قلنا بلعب بدون القوام وفيقة بتلعب على الهبوط فالموضوع صعب برضك لأي مدير فني يعني حالك بفرقة بتلعب على الهبوط بداية لمدير فني جديد وبعدين كابتن سامي غير في شكل الفرقة من الماتش اللي فات يعني بان إن هو بيلعب بفكر مختلف عن المسلماني يعني الماتش فات لعب اتنين مهاجمين لعب اربعة اربعة اتنين من بداية المباوط فطبعا هو بداية فكر جديد بالنسبة له بغير شكل الفرقة وفي الفكر ده يتناسب أكتر مع يعني لعبة النادي الاهلي ولا كم تكرم موسيماني في الإطار ده أصف بص أقول لحضرك الحاجة كلهم دي فني وديه سيمتريت شغل معينة بيحطها بناء على النجاحات أو الشغل اللي هو يعني متوقع نوعية من النجاحات مثلا بو سيماني عمل نجاحات كويسة جدا مع النادي الاهلي وحقق بو تولتين أفريكيا وحقق صوبر وهو نفس بداية قريبة من بداية كابتن سامي قمصان كان برضا جي على قبل نهاية أفريكيا وقبلها بحوالي أسبوع عشرة أيام ودخل فأنا بتوقع إن شاء الله بإذن الله أن هي المهمة جدا ماتش النهاردة ده اللي وصلنا بعد كده اليوم الحد بدخول اللعيبة الدوليين باللعيبة اللي هي احتكت زي حسام حسن لقاب الماتش اللي فات آه ما كانتش لكن شوية شوية يبدأ يخش هنبدأ يبقى عندنا مكاسم كتير في الفئة فبالتالي احنا لوقتي لما نزق مصطفى شبير نزق مجموعة من الشباب هيبدأ يبقى عندنا صف تاني بشكل كويس جدا مع مضيفة أن شاب واعد نتمنى له التوفيق حتى لو فقطة يعني معاقتة لكن مهم جدا نحن ندعمه كمضيفة للناد الأهلي طبعا وليه كل الدعم أصلا من الإدارة ومن الجمهير يعني ما شوفناك حد مثلا كان عنده تخوف أو حاجة كل الناس بتتمنى لي التوفيق وأعتقد فيه كمان ناس كتيرة كانت كاتبة إن شاء الله ما نشعرش كمان بغياب مسيماني في الماتشاط المهمة اللي جاي وهي فرصة برضو كبيرة كذلك قلت الكابتن سامي إن شاء الله يعني يكون قدها وأكبر كما احنا متأكدين من ده بس حين نروح فاصل وحنرجع لأننا وكريم لسه عندنا ملفات وعنا عارفة أن حديث لسه كلامك كتير ده لا فيه وراء ملزمة مع كابتن ياسر والله فاصل ونرجع نكم نجحنا لحضراتكم مرة تانية وحادثنا أكيد مستمر مع كابتن ياسر وروحنا لبعض الملفات المختلفة فهتحب نرجع بقى تاني للدوري ونشوف الترتيب لحريك عمل لنا جدول كمان بالترتيب ونشوف كده برضو الأرقام لغة الأرقام تبقى مهمة للناس تفضل طبعا إحنا نتكلم بالنسبة لحراسة المرمى أقلل حراس دخولها في أهداف مرمىهم حيرو ده دايما أنا وكابتن جريم بنختلف حتى دي شوية حتى دي شوية طبعا بنقول للأهلي أقلل فرقة دخل فيها أهداف 11 هدف ده صفحة رقم كام معلش الله العظيم ما لقيه بعد الدور على طول فين؟ بعد الجدول تعد دوري أيوه ميش أيوه الأهلي أقلل فرقة دخل فيها أهداف فطبعا الجيش رقم اتنين عمل نتايج كويسة بفترة اللي فاتت معهم بسام عمل شغل كويس معهم كابتن سادي ستوريكي نيول فاركو رقم ثلاثة دخل فيها 14 هدف معهم محمد صبحي حراس مرمى ومعهم مدارب أجنبي حراس مرمى بيرمز كابتن إكرامي ومعهم مصطفى كمال 15 هدف في يوتشر مع علي ماهر ومصطفى فاتح عاملين شغل كويس جدا 15 عليهم 19 هدف جنش وكان قابلهم محمود فدهم من الحراس اللي عاملين في الدور الثاني شغل كويس جدا ولازم دي تكون المرجعية يعني الفريق اللي بيدخل شباكو العدد الأقل من الأهداف هل بالضرورة تكون معناها جودة حارس المرمى ممكن تبقى برضو فيها إشارة واضحة لجودة الدفاع خط الدفاع عندك دايما الفريق البطل لازم أن يكون عنده حارس بطل ليه دايما بيقول لك المقولة أن الحارس المرمى نصف الفريق لأنه هو اللي بيعمل فريق ريال مدريد أخد البطولة ازاي فهي الحارس المرمى هو خمسين في المئة من قوة الفريق يعني عشان كده الحراس المرمى يعني دايما بيبقى فيه ثبات في التشكيل يعني معظم الفرقة تلاقي عندها ثبات في الحارس أكتر حاجة ليه؟ لأن كل ما بيلعب كل ما يزال خبرات كل ما يبقى عنده وعي تكتيكي في الملعب تحركات داخل الثامنطاشر بشكل جيد جدا فكل ما يبقى عندك حارس مرمى قويس جدا الفيقة توصل للمناصة التوجيب بشكل كويس جدا طب بالمناسبة حنرجع بس المنتخب ولولداء اللي سويني يعني تقييم حداك لأداء محمد الشناوي وابو جبل الفترة اللي فاتت عموما مع المنتخب أنا كنت أتمنى أن الشناوي ما يلعبش المطش بتاع مباح دوات بشكل كبير جدا لأنه دوائدك طالع من كورونا والكورونا بتبقى فيها عزل وطبعا العزل بيقصى على الحالة النفسية بشكل كبير جدا طبعا كميات الأكل بتبقى قلها بشكل كبير جدا الحالة النفسية بتبقى بتاعة الإنسان بتبقى صعبة شوية فهو كلاق برضو الاستعداد أكيد كان مش مش يمكن مش فأوضر شيء في ناس كتيرا كانت عاوزة تلعب ماتش أسيوبيا فان مش فاهم إزاي برضو لأ دي غريبة آه يعني كان في ناس كتيرا بيطالب أن يلعب ماتش أسيوبيا راجل طالع من كورونا قبل الماتش بساعات قليلة جدا إزاي علعب ماتشة زي كده فطبعا كان صعب جدا لكن هو أداء مباري حوالك يعني أنا من وجهة نظر الطبيعية إنه إذا كان كمل بابو جبل يا إما يلعب صبحي آه كان لازم لكن أنا ما حطش الشينار في ماتشة زي دوت يعني لسه طالع من ضغوط على فكرة أنا لقي برضوك تاني تكملا لموضوع المنتخب هو برضوك يعني توقيت لعب التصفيات دي في التوقيت ده توقيت أنا من وجهة نظر خاطئ 100% أولا نهاية موسم بالنسبة لكل اللي عيب المحترفين بمطلعين من إجهاد شكل كبير جدا لما نيجي نتكلم على مستوى مثلا محمد صلاح في إنجلترا طلع من يعني الدوري كان فاضل لبعي سعى ويبقى هو بطل الدوري وبعدين نهاية أوروبا وعمل مبارك بيها جدا واتغلبوا بجوني يعني أنا كان قلبي معاه بشكل كبير جدا فحالته النفسية أكيد سيئة نيجي للمنتخب لو كان عنده قصابة برد ومجهد بشكل كبير جدا ومعاكي تريزيجي ومصطفى محمد كان بالهم أسبوعين مخلصين الدوري بتاعهم نيجي أنني كان مصاب فمجموعة كبيرة جدا من لعيبة لأن نهاية موسم في موضوع صعب جدا كلام والله قلنا كتير وغيرنا قاله وغيرنا حيرجع على كل حال إحنا بس عشان نخلص القيمة بتاعت الحراس إحنا قلنا أن الأهلي هو أقل واحد أو أقل فريق دخل في الشباكو لكن أكتر فريق دخل في الشباكو هو فريق الاتحاد بواقع 35 هدف وطبعا الحارس أحمد يحيا والمدرب محمد فاتحي 35 ده أكتر رقم أحمد يحيا وكان معه منصف فضاء كان يلعب على فترات الاثنين بالتساوي مع معها رقم كبير 35 ده أكتر هو برضا كنادي الاتحاد تحس أنه يمر بالظروف صعبة جدا في الفترة اللي فاتت كابتن عماد النحاس دخل على مبارات قوية جدا بدأ يعني يعني بيحاول أنه يجع بشكل كنادي الاتحاد في موقف خطر جدا في الدول طيب إحنا عايزين من حضرتك رسالة نفس الطلب اللي طلبنا من المشاهدين في أول حلقة النهاردة اللي هو كان ده سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقة النهاردة أنه طلبنا من حضراتكم تتوجهوا برسالة لعيبة النادي لأهلي قبل مواجهة إيسترن كامبني خلينا نسمع رسالة حضرتك وتوقع النتيجة وتوقع النتيجة صح وتوقع النتيجة نبتدي بقى بتوقعات حضرتك أنا أقول إن شاء الله الأهل هيكسب إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يكسب إثنين سفر بإذن الله إثنين أنا أتوقع واحد إثنين سفر ورسالة لعيبة النادي الأهلي دائماً الأهلي بمنحضة تمام صح يعني دائماً الأهلي بمنحضة يمشي مدرب يجي مدرب نادي الأهلي هو النادي الأهلي بمنحضر بالمدرب حتى إن الموضوع يتطبق حتى على المدربين طب تعالي بقى نشوف أستاذ ياسر وإنت معينا لو تصبح لنا لأن إحنا كنا عارضين سؤال السوشال ميديا ده على المشاهدين ونشوف إجابتهم برضو سريعاً أحمد السيد بيقول إن شاء الله الأهلي يفوز ثلاثة شوف الطموح ثلاثة سفر حلو صباح الفل عليكم وثقة في الله الأهلي حيفوز كريم كيشو ثلاثة سفر وخالد أبو توركي رجالة أهربنا وفاقهم برضو ثلاثة سفر حمادة جلال حواس بيقول صباح الفل والجسمين الأهلي بمنحضر والأهلي هو كاتب التاريخ ما قالش توقعات ولا نتيجة عمر عبد المحسن الكرة في مرعبكم بس أهم حاجة عدم فقدان النقاط السهلة زي الموسم اللي فات والدوري ضاع مننا بإيدينا ده كتير متوقعين 2-0 على فكرة وضع عزيزو النوبي 2-0 إبراهيم الرحال بيقول ربنا يوفقكم محمد محمود وش بستنين منكم غير الفوز حازم حسيني معاك يقول يجب أن تفخر بقميسنا ديك أنت ترتدي شعار عالمي ليس قليل في هذه القرة بل أنت من لعبي نادي من أعظم أندية العالم يجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية وسيظل الأهلي فوق الجميع وفوق كل الظالم صحر فراج أنتم من تصنعون المجد المجد دائما برجالكم لا تخافوا من أحد دع شعار الأهلي النسر المحلق دائما وانطلقوا انطلقوا أحمد سرور على الحلوة والمرة معاك يا أهلي وإن شاء الله الفوز 2-0 محمد مصطفى الروح الرجال دائما في المعات محمد المسيري إن شاء الله تعدوا المرحلة الصعبة دي فعلا المرحلة صعبة صدق على خير يا رجال كلنا ثقة فيكم مصطفى محمود إن شاء الله الفوز للأهلي وبيكلم عن حسام حسن وعبد القادر طب هاي الملك بقى حنة كلنا عندنا ثقة فيكم الدوري يا أهلي إن شاء الله الأهلي يفوز 2-0 وسعيد زيرو سوف نظل فخورين بكم مهما حصل فقط افعلوا ما تعودنا عليه منكم كونوا على خدر المسؤولية إلعب برجولة موت على الكورة الدوري عبطار مش هل مش يازم بقى تقرأها كلها ده ناش وقت عصام صلاح 2-1 أحمد منعم 2-0 تمام موحي السعيدي بقى 2-0 برضو والمشاوي المشاوي 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 ها الواحد جاعة المشاوي بيقول أهلي العيبة كبيرة ومحترمة وبتلعب من أجل الكيان مش لأجل أشخاص محمد شحاتة إلعب بروح الفانيلا الحمرة محمد عبد المعطي رجولة وروح الفانيلا إلعب برجولة وليد رؤيتكم تسعدنا 2-0 برضو أكمل رمضان 2-0 يسأل الحرب إيه بقى لأهو بيدي رسالة يعني أنا مش شايف حد تقريبا قال أكتر من 2-0 أنا برضو ما زلت عند رأيي أنا شايف أننا هنحرز هدف واحد بس خليها نيجي بكرة لا أحي مش جايين بكرة نيجي الحد نيجي الحد ونشوف كلام بس كل التوفيق إن شاء الله النهاردة بداية موفقة وبداية كده أولية لكابتن سامي يا ربنا يوفقه إن شاء الله مع الفريق وتعدي بقى الفترة دي تعيذنا الله عزيزي يعني فهم عايزين نرجع حتى احنا تحس أن احنا ما بقيناش زي الأول كلنا كجماهير كإعلاميين في الأهلي كمدربين كفريق عايزين الروح ترجع مرة تانية لأنه إن شاء الله تكون من هذا البداية زي ما كابتن كريم قال إلعب بهجولة بزرط هي ده شعار النادي الأهلي الديها تسعين هو ده شعار النادي الأهلي فهنتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن هذا تكون بداية موفقة مع كابتن سامي عمصار نكون خليفة لكابتن يوسف وكابتن أسامي عربي والمدربين الكبار بتوع النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله الفرقة تكسب بدل اثنين ثلاثة وربعة بإذن الله لا نقول طبعا بتقول واحد نحن لازم نقول اثنين وثلاثة إن شاء الله نشكر الجزيل شكرا شكرا لحديك ومنحييك طبعا كالعادة ومنشكر أكيد حضراتكم وعلى حسن متابعتكم دينا بحلقتنا النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجبكم يوم الحد ونهوان تبتدي معكم بجملة يا مساح نشوف حضراتكم إن شاء الله يوم الحد حسنًا